التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار بالسفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ والوفد المرافق لها بحث اللقاء آليات التعاون ووضع خطة مستقبلية لتنمية الإنسان وتطوير مهاراته مع العمل على توفير كافة سبل الرعاية الصحية الشاملة وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 20-30 كما تطرق الاجتماع إلى بحث التعاون في توقين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا المجال فضلا عن التعاون في مجال تنظيم الأسرة وذلك من خلال التعاون في تقديم الدعم في استيراد أدوات تنظيم الأسرة من الولايات المتحدة والتي لا يتم تصنيعها محليا